اجتمع سعدة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم مع الدكتورة مانستي تسام ماروبي مديرة مكتب التربية الدولي في جنيف التابع لمنظمة اليونسكو بحضور عدد من الخبراء في المكتب حيث بحث معها سبل استكمال التعاون بين المكتب والوزارة في مجالي تطوير المناهج والتدريب استكمال المذكراتي التفاهم الموقعتين عام 2012 و2014 بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي قام وزير التربية ومديرة المكتب بالتوقيع على المذكرة التكملية بشأن التعاون في مجال تطوير مناهج التربية للمواطنة وحقوق الإنسان وتدريب المختصين في هذا المجال وذلك في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية في المرحلة السابقة من التعاون خاصة بعد تعميمه على المرحلة الإعدادية والابتدائية الإعدادية وما حققه من نجاح ملموس اليوم تم التوقيع على مذكرة تفاهم تكملية لمذكرتي التفاهم التي تم توقعها سابقا بين وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية الدولي في جنيف التابع لمنظمة نينسكو وهو ما أسسه تربوية عالمية على صعيد الاستشارات وأيضا على صعيد التدريب والتطوير شمعت المذكرة التكملية ثلاثة جوانب الجانب الأول يتعلق بتطوير مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان بعد النجاح الباهر الذي حققه هذا المشروع المتميز الحقوقي الرائد أيضا والتعليمي في نفس الوقت والذي له دور كبير جدا في السلوك الطلابي والارتقاء بالمدرسة وأن تعمل كلها بشكل متكامل واليوم نتوسع في هذا المشروع إلى المرحلة الثانوية والثانوية الصناعية بالتعاون مع مكتب التربية الدولية أيضا هذه المذكرة تقطي أمرا مهما على صعيد التعليم العالي حيث سيقدم المكتب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم رؤية جديدة للجامعة المتطورة التي سوف يتم إنشاؤها في مملكة البحرين جامعة الهداية من حيث تزويد الوزارة بالخبرات اللازمة في طرح البرامج الأكاديمية المتطورة التي نسعى من خلالها أن تكون هذه الجامعة منارة علم تعزز مسيرة التعليم العالي في مملكة البحرين ومن جانبها أشدت مديرة مكتب التربية الدولي بمستوى هذا التعاون المتميز مع وزارة التربية والتعليم خاصة في مجال تعزيز المواطنة وحقوق الإنسان وقيم التعايش وثقافة السلام ليس على الصعيد النظري فحسب بل على المستوى التطبيقي داخل المدارس أعتقد أن هذه المذكرة التكملية قد جاءت في وقتها بعد نجاح البحرين في وضع الأسس الضرورية لمناهج وأنشطة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان خاصة في هذا القرن الجديد الذي يتحول فيه العالم إلى قرية صغيرة وتزداد فيه فرص الانفتاح والحوار وفي ذات الوقت تزداد فيه تحديات العنف ولذلك أعتبر أن مشروع البحرين يعد أصيلا ورائدا في ذات الوقت ويفتخر مكتبنا بالمشاركة في تقييم ودعم هذا المشروع فتجربة البحرين التي دعمها المكتب بالاستشارة والتدريب عظيمة وفريدة من نوعها في العالم العربي خاصة فيما تقدمه للمجتمع المدرسي من قيم تعزز التنوع والتعايش عمليا من خلال أنشطة تربوية تسهم في بناء المواطنة أما بالنسبة لتقديم الاستشارة في مشروع إنشاء جامعة الهداية فأنا مبهورة بفكرة المشروع ورؤيته المتقدمة عالميا خاصة أنها تسعى إلى أن تكون جامعة دكية للمستقبل تتقاطع فيها الطموحات التنموية واحتياجات سوق العمل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص كما توجهها إلى البدء في تخصصات واعدة مثل النانو تكنولوجي والدكاء الاصطناعي واللوجستيات والطاقات المتجددة فهي بهذا المعنى سوف تكون بالفعل جامعة للمستقبل وتدعم المذكرة التكملية جهود وزارة التربية والتعليم التطويرية وتعزيزها بالخبرات الدولية في التقويم الخارجي كما تسهم في تقديم الاستشارة في مجال تطوير مناهج المواطنة وحقوق الإنسان إضافة لتقديم الاستشارة لمشروع جامعة الهداية على صعيد البرامج والتخصصات وعلى صعيد التنسيق مع الجامعات العالمية الكبرى لاستضافة عدد من البرامج النادرة اشتركوا في القناة